بكرة أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية في الداخل حضرتك متخيل إيه الفرص اللي هتدفع المواطن المصري لمشاركة في الاستحقاق الرئاسي شوف هو طبعاً إحنا عارفين إنه الانتخابات جاية في وقت يعني الأحداث لدوان على غزة والتفاصيل اللي حصلت يمكن الرابط بين الاثنين دايماً كان موجود على اعتبار إنه أول مرة الناس تكتشف حجم التحديات المضعلقة بأمن مصر القومي وبمسؤولية مصر تجاه القضايا الفلسطينية وإزاي الناس بتتحرك وكده لكن الحقيقة كمان الاستحقاق الانتخابي أنا بشوفه إنه أهم استحقاق أو يعني أكبر استحقاق بعد مرحلة انتقالية صعبة عاشتها مصر أكتر من عشر سنين تفاصيل كتيرة كان فيه تهديدات وجودية للدولة المصرية والشعب المصري أعتقد نجحنا بدرجة كبيرة ويمكن الأحداث الأخيرة كانت كاشفة أنه طول وقت كان بعض الناس بيتكلموا على مخططات وعلى نظريات مؤامرة وعلى تطورات وفيه أخطار حقيقية في المنطقة النهاردة حتى إعادة قراءة الأحداث اللي وجهتها مصر على مدى العشر سنوات ممكن تبقى كاشفة يعني حتى مثلا تهديد زي الإرهاب اللي كان موجود في سينة النهاردة ناس بتتساءل هو بيت المقدس أو داعش اللي كانوا موجودين في مناطق مختلفة من المنطقة وكانوا بيتكلموا على دولة خلافة وهمية هل دولة الخلافة دي كانت لحالها كده ولا كان هدفها انتزاع قطع من الأراضي تكويل دولة وهمية ثم تقدم بعد ذلك إلى مخططات التهجير وغيره في فلسطين وده الحقيقة اللي كانت مصر بتتصدله بشدة الإرهاب محدش يقدر ينكر إنه أما هزم في مصر هزم في المنطقة طيب الناس بتساءل الإرهابين دقاء داعش بقاياها موجودة وفلولها موجودة من جزء في سوريا وجزء في العراق وجزء في مصر مصر الحقيقة اللي تحطمت عليها المخططات دي وعشان كده ما بنتكلم على مخطط زي ده المهم جدا أن احنا ننتبه اللي بيحصل لنهاردة يبقى كان الهدف الرئيسي وانتزاع مجموعة أراضي لعادة تصفية القتال الفلسطينية فيها اللي انتبهت ليه مصر مبكرا في مواجهة الإرهاب ثم مبكرا في تجاه القضايا الفلسطينية ومسؤولية مصر ومصر ما بتمارس ده بس عشان ناس تواخد بالها إنه بتمارسوا بكافة الطرق مصر بتخوت حروب موازية للحروب الموجودة لأن الحروب مش بس سلاح ومصر عرفت الحروب السلاح وحروب السلام لو عدنا لفكرة السينة أو غزة أو التحديات اللي كانت موجودة يمكن طول الوقت كان المواجهات النوع ده من مواجهاته العدوان الإسرائيلي بيتكرر لكن المرة دي أعنف وأكثر قوة وفيه إعلان واضح عن المخططات اللي كانت بتبدو داخل أوراق أو داخل مراكز أبحاث أو غير أصبحت بفجاجة بيتم إعلانها ومصر تصدت لها بخطوط حمرة وبتفاصيل مختلفة لو رجعنا لفكرة المخططات دي احنا اكتشف إنه حرب غزة كشفتها لو رجعنا لفكرة الانتخابات آه بالضبط بقى إحنا دولة المصرية إزاي ما نبص وراءنا في كلها العشر سنون احنا بشوف إنه كأنما عشر عقود الحقيقة مش عشر سنين إنه إرهاب نعكسات دولية أزمة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية أزمات اقتصادية صعبة بواجهة العالم ارتفاعات أسعار في كل الدنيا سلاسل النقل إيه كل ده اللي إحنا كنا بنواجهه آه العالم أنا أقول إيه العالم كل بواجه آه العالم كل بواجه بس يمكن موقع مصر وظروفها والتطورات والتحولات اللي مصر كانت موجودة في وسط براميل بارود حوالينا إزاي إحنا وإحنا بنبص خلفنا دايما كده الورانا إحنا عدينا كل ده إزاي عدينا الشعب المصري الحقيق بوعيه وقدرته وانتبه مبكرا جدا لو إحنا 30 يونيو كانت إنقاذ لمصر ممكن نبقى إحنا ماشيين في مصير طائفي ومصير صراع تنتزع أجزاء من الأراضي اللي يعاد توزيعها في سايكس بيكو جديدة أو غيره وده كان كلام واضح من هنا إحنا بنقول ليه المصريين وعي الشعب المصري اللي كان كاشف شعب المصري تصدى محاولات فتنة محاولات تقسيم محاولات استقطاب وتقسيم الشعب المصري إنتوا إحنا 30 يونيو الناس طلعت وبانت ده خدنا فترات التثبيت أركان الدولة وده مش ساق يعني عشر سنين ممكن يبقوا بيبانوا كتير لو إحنا نبص لهم من وراء من حجم التحولات اللي فيها لكن كمان يبانوا قليل جدا في عمر الدول والصراعات والحروب اللي بتحصل وحجم التحديات اللي وجهناه وجهنا آه طبعا تحديات إرهاب شديدة لكن كمان كانت مصر بتبني خلال هذه الفترة مشروعات في زراعة وفي صناعة زدنا أكتر من 25 مليون في هذه المدة تحديات في المية تحديات في الاقتصاد لازم نصبنا من المية اللي كانوا إحنا 20 مليون هو نفسه اللي وإحنا 106 مليون محتاجيني زود ده المصريين الحقيقة اللي تحملوا ده وتحملوا إسلاح اقتصادي صعب فيه أزمات آه طبعا فيه أزمات بنواجهها العالم بيواجه جزء يعني بنواجه جزء كجزء من العالم وجزء احنا بنواجهه كمصريين نقدر نواصلوا المصر اللي نجحت المصري اللي نجحوا ان هم يعدوا المرحلة دي خلال 10 سنوات بتحديات كبيرة يقدروا يمروا ويواجهوا أي مشكلات تانية ممكن تبقى تفاصيل في ظل التحديات الوجودية اللي احنا عدين